اشتركوا في القناة الشبكات المياه والاعمال الصحية يبقى دي الحلقة بتاعتنا او مادة المساحة بيدرسها كل الشعب المعمرية حابب طبعا اكد على اهمية مادة المساحة وعلم المساحة وطبعا المادة بتاعتنا تم دراسة جزء منها في الصف الثاني ولكن كانت عبارة عن بدايات في اعمال المساحة او مبادئ علم المساحة نهاردة ان شاء الله اولى حلقتنا في مادة المساحة واللي هتتشعب معنا المادة وهي عن زي ما قلنا قبل كده او زي ما حضراتكم تابعتوا معنا في الصف الثاني في العام الماضي ان احنا كنا بنتكلم عن بدايات في اعمال المساحة والمساحات والاطوال والعروض ما تكلمناش طبعا عن الاجهزة ودقة الاجهزة وانواعها واستخداماتها كل الكلام ده ان شاء الله هنتناوله في الحلقات المسلسلة لنا في حلقاتنا او برنامجنا الجميل وقناتنا الجميلة قناة مصر التعليم الفني لازم طبعا تتابعونا وتمشوا معنا في الحلقات بتاعتنا الا الورقة والقلم وتسجل معنا كل البيانات والداتا والمعلومات اللي بنقدمها لحضراتكم عشان احنا حبين ان انتوا طبعا تكونوا طلبة مميزين من خلال المواد او المعلومات اللي بنقدمها لحضراتكم على القناة بتاعتنا يبقى النهاردة ان شاء الله هنتناول في الحلقة الخاصة بمادة المساحة ويقول الحلقات في مادة المساحة بتقدم لطلبة الدبلوم اللي هما الصف الثالث في التخصصات المعمرية او الشعب المعمرية بشكل عام الحلقة بتاعتنا اسمها اعمال الميزانية طبعا في اهمية او لتوضيح وتأكيد اهمية المساحة او درس او مادة المساحة وعلم المساحة للطالب بتاعي في التعليم الفني وخاصة في التخصصات المعمرية انه طبعا المساح في المشروع هو نقطة البداية لكل المشروعات المدنية والمعمرية الموجودة سواء طرق كباري او حتى في استخدامتها لاستخدامه في اعمال الطرق والكباري والمصارف او ما شابع والترع كل ده ملاغنة عن وجود المساح في المشروع لهو نقطة البداية بتاعتي وهو اللي بيحددلي نقاط ربط المشروع واركانه اذا كان مشروع انشائي او نقاط الارتفاع والانخفاض او بيقدم ميزانية شبكية او طولية كل ده بيستخدم في اعمال الطرق والانشاءات المدنية يبقى في اهمية او في تأكيد على اهمية مادة المساحة ان حضرتك لما بتدرسها وبتتقنها تطلع بعد كده ان شاء الله بتقدر تشتغل في مجال المساحة فتكون على او تكون شغال على دراية وعلم طبعا العلم ده له خلفية ثقافية قبل كده اللي هي حضرتك درستها في الصف الثالث والصف الثاني في تخصصاتنا المعمرية نبدأ مع بعض ونروح للسليت بتاعنا ونشوف الشرائع بتاعتنا ونشوف اولى الشرائع الخاصة بمادة المساحة والدرس الاول في مادة المساحة للصف الثالث وهو اعمال الميزانية روح مع بعض كده ونبص على السليت بتاعنا ونشوف اول حاجة في اعمال الميزانية طبعا الميزانية لازم اكون عارف يعني ايه ميزانية اساسا عشان بعد كده اقدر اعرفها واقدر اشتغل بها فبيقول لي الميزانية من العمليات المساحية اللازمة والاساسية لكل المشروعات الهندسية يبقى كل مشروع هندسي بيتم لابد ان له من عمل ميزانية خاصة به الميزانية دي بتحدد لي نقاط الارتفاع والانخفاض اللي موجودة في المشروع وكذلك بتعمل عملية ربط لاركام المشروع بتاعي فين بدايته وفين نهايته زي ما بنقول بعد كده اعمال الميزانية بيقول لي هنا بتستخدم فيه انشاء الميزانية تستخدم فيه في انشاء الطرق والجسور وتسويت وحصر المباني وشق وتطهير الترع والمصارف رقم اثنين الانشاءات المدنية المختلفة مثل اعمال المباني والكباري رقم 3 ردم المستنقعات وحساب كميات الردم اللازمة في المشروعات المختلفة يبقى اعمال الميزانية لها طبعا تلت نقاط مهمين جدا تستخدم فيه انشاء وشق والطرع والكباري والجسور والطرق وفي الاعمال الانشائية وكذلك في اعمال ردم المستنقعات وازاي يقدر يحسب كميات الردم اللازمة للمشروعات المختلفة هنا طبعا بنشوف اشكال مختلفة لي الراجل المساحي اللي موجود عندي في المشروع وازاي ان هو بيستخدم الجهاز اللي موجود قدامه طبعا هنا بيكون ده جهاز اامة هنتعرف عليه بعد كده في تفاصيله في حلقة ان شاء الله قادمة وهنا ده المساعد بتاعه مساعد المساح ماسك معاه الامة دي الامة او المسطرة اللي موجودة دي هي اللي بياخد عليها القراءات لو بصيت هنا وحابب يوريك الفرق ما بين الصورتين ان هنا فيه هنا بيستخدمه على جانب طريقه لو لاحظت يبقى هنا ده المساح ده المساعد بتاعه وده اعمال طريق او انشاء طرق هنا بيستخدمه بيقولك الاختلاف ما بين الاتنين او حابب يوصلك انه زي ما بيستخدم في الطرق بيستخدم فيه الاعمال الانشائية هنا بيحدد قاع الحفل عشان من المنسوب اللي موجود قدامه ده قواعد خرصانية بصدد انشاءه فيحدد المنسوب بتاعه بياخد القراءة مقارنة بروبير سابت هنتكلم عليه بعد كده ولكن الهدف دلوقتي من الصور الموجودة قدامي بحدد طرق او استخدامات الاعمال المساحة والميزانية يبقى فيه الاعمال اعمال الانشاة وفيه الطرق زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم فيه الصور اللي موجود طبعا هنا صورة اكثر وضوحا للمساعد المساحي اللي موجود في قلب المشروع وحاطت الاعمال بتاعته فيه هنا منتصف اعدى من الاواعد الخرصانية اللي محددة قدامي عشان هياخد عليها القراءة او المنسوب بتاعه النظرية الخاصة بنظرية الميزانية ولكنها بتستخدم الميزانية في قياس ارتفاع وانخفاض مناسيب النقاط الموجودة على سطح الارض بالنسبة لسطح سابت بيعرف بمستوى المقارنة يبقى مستوى المقارنة ده حاجة سبتة بقارن بيها مدى ارتفاع وانخفاض نقاط معينة نقاط دي موجودة على سطح الارض مقارنة بالمستوى السابت اللي هو بيسمى عندي مستوى المقارنة ويا حباء الطلب انا حابب اأكد لكم او اوصل لكم معلومة ان المستوى السابت بتاعي او سطح المقارنة اللي موجود عندي في مصر هو منسوب سطح البحر منسوب سطح البحر باخد ارتفاع وانخفاض اي نقطة في الجمهورية موجودة عندي مقارنة بمنسوب السابت منسوب السابت عندنا في مصر هو منسوب سطح البحر بعد كده بنكمل الميزانية او نشوف الطرق قياس الميزانية بتاعتي عندي الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة يبقى انا لو جالك في الامتحان اذكر طرق قياس الميزانية يبقى انا عارف ان الطرق قياس الميزانية بتنقسم الى طريقتين الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة نشوف بعد كده تنقسم الطرق غير المباشرة أو الطريقة غير المباشرة إلى واحد الميزانية المسلسية الطرق الغير مباشرة منها الميزانية المسلسية وتقوم على أساس قياس المسافات الوفقية والزوايا الرأسية باستخدام التدليت لحساب فروق المناسيب وتعتبر الطريقة الوحيدة لقياس المناسيب والارتفاعات في المناطق الجبلية وكذلك بتستخدم في حالة إيجاد فرق المناسيب لأهداف لا يمكن الوصول إليها مثل قمم خمة مأزنة أو مبنى شائق أو أهداف على الجانب الآخر في مجرى مائي وخلاف. هنوضح الكلام ده مع بعض دقيق الورقة والألم ونشوف الميزانية المسلسية إزاي أنا أعطر أجريها على الورقة والألم وأوضحها عشان تكون بينا لحضراتكم إزاي تقدروا تستخدموها وإزاي أشوف الفرق وحساب الفرق ما بين القمم الجبال أو عندي مئزنة. المئزنة دي حابب أعرف الارتفاع بتاعها كام؟ طبعا أنا مش هقدر أفرد شريط عشان يديني طول المئزنة دي. أو لو أنا عندي مجرى مائي ترعى أو مصرف أو مشابه مش هقدر أوصل للبر أو الجانب التاني من الترعى دي. عاوز أعرف المسافة دي كام؟ المسافة دي بتجرى عن طريق حاجة اسمها الطرق غير المباشرة لأعمال الميزانية نشوف مع بعض كده بالورقة والألم لو أنا عندي مئزنة زي كده. هنفترض نفترض إن دي مئزنة قمة مئزنة في القمة بتاعتها كده. اهو أنا محتاج أعرف الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده طبعا أنا مش هقدر أوصله لأنه طبعا أكيد هيكون مرتفع جدا. وعندي هنا المسافة اللي موجودة دي كده. وأنا نصب الميزان بتاعي أو مجهز الميزان بتاعي بالشكل ده موجود عندي كده. اهو موجود ده طبعا كروك ليه الميزان بتاعي؟ الميزان بتاعنا ده طبعا هستخدم فيه الميزانية ده هنا كده إجراء لو أنا هطلق عليها كده أو أسميها إجراء أعمال الميزانية طبعا الطريقة اللي أنا نتكلم عليها الطرق غير غير المباشرة أنا هنا مطلوب مني أعرف الارتفاع بتاع الميزانة اللي قدام دي وما عنديش إمكانية إن أنا أقيس بشريط ارتفاع الميزانة فبجيب طبعا الميزان ده وبيكون مش أي ميزان طبعا مش ميزاني القامة لأنه بيكون ميزان أحدث شوية وهنتعرف على أنواع الموازين في الحلقات القادمة إن شاء الله واستعمالاتها واستخداماتها وإزاي بقدر أجري عملية الضبط لها ولكن أنا حاليا بصدد أعمال الميزانية الغير مباشرة فبقول إن أنا هستخدم ميزان الميزان ده يسمه ميزان التيودوليت ميزان التيودوليت ده أحد أنواع الموازين الحديثة اللي مستخدمة في أعمال المساحة واللي بيجري بيها عمليات المساحة بتاعتي بزبط الميزان بتاعي الوفقية بتاعته والقدمة أو القرص الخاص بالزوايا الرأسية القرص ده بخليه على الصفر من خلال المنظار اللي موجود هنا وهنتعلم الكلام ده بعد كده في أعمال الموازين بخلي الصفر بتاعي موجود في التدريج الرأسي الخاص بالزوايا وبتجي بالمنظار برفعه الفوق ناحية قمة المئزانة اللي موجودة عندي عشان أقدر لما بوصل لهنا أقرى التدريج اللي حصل عندي أنا كنت طبعا زابط الزاوية على الصفر السيتة بتاعتي صفر فطبعا الزاوية عندي اتغيرت وليكن مثلا سي بقت تسعين درجة لو هي تسعين يبقى أنا كده بجيب الارتفاع بتاعي اللي أنا كده عرفت إن الزاوية بتاعتي بتساوي سيتة وبقيس المنصوب أو المسافة اللي موجودة مبيني وبين قاع المئزانة بتاعتي اللي هي المسافة الأفقية لو أنا هتكلم على الارتفاع بتاعي يبقى الارتفاع بتاعنا هيساوي سيتة سيتة المسافة أو سيتة في الزاوية اللي هي الأفقية المسافة الأفقية أقدر من خلالها أحسب المسافة بتاعة الزاوية أو الارتفاع بتاعي بتاع المئزانة اللي هي قمة المئزانة بتاعتي عرفتها منين عرفتها من معلومتين اتنين أو اتنين من المعلومات وعندي واحد مجهول اللي اتنين اللي موجودين عندي اللي هو الزاوية الخاصة بتاعتي دي هاعرفها منين اعرفها من الميزان اللي بكون ضبطه على الصفر القرص اللي هو التدريج الرأسي بتاعي قرص التدريج الزوايا الرأسي بصفره بخليه على الصفر وباتجه بيه الميزان بعد اتمام عملية ضبط الميزان ناحية قمة الميزانة بيديني التدريج اقرى التدريج اللي موجود على القرص الرأسي واللي يكون طلع تسعين يبقى ده الزاوية بتاعتي عندي المعلومة التانية اللي هي المسافة اللي موجودة من منتصف الجهاز محور الجهاز بتاعي حتى بداية المئزانة. يبقى انا كده عندي اتنين ضلعين معلومين اجيب الضلع التالت باستخدام الزوية. ده احد الاستخدامات الخاصة به الطرق غير المباشرة في حالة وجود قمة مئزانة او جبل او مشابه وحابب اعرف الارتفاع بتاعي كام. طيب الجزء التاني او الاستخدام التاني في حال لما يكون عندي مجرى مائي لو انا عندي مجرى مائي زي كده المجرى ده سواء ترعى او مصرف او مشابه. وانا حابب اعرف المسافة دي كام اللي موجودة ما بين الاتنين ومانيش قادر ان انا افرد الشريط بتاعي. يبقى هنا هستخدم برضو الطرق اللي هي الطرق الغير مباشرة في اعمال اعمال الميزانية. صح كده? طيب ايه هي الطرق دي? يبقى انا هستخدم برضو باستخدام الميزان بتاعي ممكن الميزان الامة العادي بتاعي بنصب الميزان بتاعي بيكون منصوب هنا في الجهة دي. كده وببص نحية الناحيا دي كده وبيكون المساعد بتاعي واقف هنا ومعاه الايه؟ معاه الامة. مسك الامة في الناحية التانية اهو. الامة دي انا ببص عليها وبص على التدريج بتاعها لما بيبص على التدريج بتاعها باخد القراتين طبعا انا من خلال النظر في المنزار ده بشوف عندي لو انا عندي الامة وده برضو هنشرحها كمان شوية تدريج الامة. بلايه عندي حاجة اسمها الشعرات الشعرات دي بتظهر فيه المنظر بتاعنا ناحية الراصد ناحية اتجاه الامة يعني بلاقي عندي شعرة متوسطة وشعرة فوق وشعرة كده تحت الشعر المتوسطة انا باخد بحسب المسافة ما بين الشعر العليا والتحت السفلية المسافة ما بين الاتنين واضربها في مية المية دي اللي هي اسمها سابت بيطلق عليها سابت الجهاز لما اقرى المسافة ما بين الاتنين التدريجين دول واضربه في مية بيديني المسافة لي عرض المجرى المائي اللي موجود معايا لو انا بقول كده لو ده عرض الترعة التعتي مانيش عارف العرض ده كام ومعيش شريط وانا موجود معايا جهاز والقامة ازاي اقدر اوظف الجهاز ده او الميزان اللي موجود معايا والقامة في ان انا اقدر احسب عرض الترعة دي كام بنصب الجهاز بتاعي في يعني عجالة كده واكد عليها تاني وانشرحها تاني على السريع بقول ان انا بنصب الجهاز بتاعي الجهاز بتاعي بعد ما بثبته وأتأكد أن رأسيته وفقيته سليمة المساعد بتاعي بيتجه للنحية التانية من المجرى المائي ومعها الآمة برصد ناحية الراصد ناحية المساعد بتاعي على الآمة قراءة قراءتين القراءة دي بقرها إزاي أقرأ أخذ القراءة اللي موجودة على الشعر العليا من اللي موجودة عندي فيه الجهاز واللي بتكون سابتة على الآمة بتاعتي اللي هي المسطرة المدرجة اللي موجودة معي وأخذ القراءة السفلة اللي موجودة تحت أحسب الفرق ما بين الاتنين واضربه في مية المية ده اسمه سابت الجهاز بتاعي بيديني المسافة ما بين المجرى المائي بدايته ونهايته وكده اكون قدرت اوظف او استخدم الطريقة الغير مباشرة في قياس جزء او مكان صعب الوصول اليه زي ما قال من شوية في الاصطيع بتاعي ممكن في المناطق الجبلية اللي انا مقدرش اوصل ليه الجانب التاني من الجبل طب هستخدمه ازاي وانا مقدرش افرد شريط لان طبعا يكون فيه ارتفاعات وفيه انخفاضات طب انا معايا ميزان ومعايا اامة ازاي اقدر اوظف الميزان اللي معايا فيه مساعدتي لحساب هذه الارتفاع او هذه المسافة الوفقية طبعا زي ما شفنا من شوية كمان طبعا لما يكون عندي مجرى مائي شاقدر ان انا اوصل ليه شط التاني من الترعة دي او المجرى ده فانا بستخدم برضو الميزان لحساب المسافة الوفقية وقلت من شوية بأكد تاني ازاي اللي انا ممكن يجيلك في الانتحان سؤال كيفية الوصول الى طول او عرض مجرى مائي باستخدام الطرق او الميزانية احدى الطرق الميزانية الغير مباشرة فانا بقول باستخدام الميزان عن طريق قراءة بعد طبعا ضبط الميزان وفقية ورأسية اخد القراءة المحصورة ما بين الشعرات العليا والسفلية لان طبعا عندي شعرة متوسطة بتكون كبيرة والعليا بتكون صغيرة والسفلة بتكون صغيرة اخد القراءة اللي محصورة ما بين الاثنين العليا والسفلة واضربهم هما الاثنين المسافة ما بينهم اضربها في المية المية ده حاجة اسمها سابت الجهاز بتاعي بتطلع طبعا المسافة اللي موجودة عندي او المطلوب قياس يبقى دي طبعا احدى استخدامات الميزانية خير المباشرة طيب نرجع تاني كده الاستاذ بتاعنا ويقول لي هنا بتستخدم طبعا في حالة ايجاد فروق المناسيب لاهداف لا يمكن الوصول اليها مثل قمم المازن او مباني شاهقة او اهداف على الجنب الاخر مثل مجرى مائي وخلاف هنا بيوضح تمرين زي اللي شفناه من شوية على الورقة والقلم لو انا عندي مئزانة زي كده او قمة جبل او ارتفاع ما نشعارفه بنصب الجهاز هنا اهو وباخد طبعا بوجهه ناحية القمة وارصد القراءة بعد تصفير الجهاز على الزاوية الرأسية على الصف وشوف القراءة اللي طلعت عندي كام الزاوية بقيت كام اللي هي الزاوية سيتا دي وعندي المعلومة التانية طول الضلع ده اللي هو الافقي اللي ما بين الجهاز محور الجهاز منتصف الجهاز وبداية القمة المطلوب الوصول اليها هنا تاني تابع الطرق الغير مباشرة طريقة اخرى من الطرق غير المباشرة اللي هي الميزانية البارومترية وبتستخدم في تحديد فرق المنسوب بقياس فروق الضغط الجوي التي يتم قياسها بجهاز البارومتر وطبعا البارومتر الزئبقي ده بيستخدم في حساب فروق المنسوب ويتم قياس الضغط الجوي باستخدام لان طبعا ممكن نجيلك اكمل بيستخدم قياس او يتم قياس الضغط الجوي باستخدام نواط ونواط ونواط فكون عارف باستخدام البارومتر الزئبقي والبارومتر المعدني وكذلك البارومتر الرقمي يبقى انا عندي تلت أنواع من البارومترات المستخدمة في حساب قياس فرق المناسيب بسخدام طبعا الضغط اللي هي الجوي أو أجهزة الضغط الجوي ودول تلت أنواع الزقبقي والمعدني والرقم شوف بعد كده أدوات قياس طبعا الميزانية البارومترية وهنا أجاب لي أشكال للموازين أو البارومترات اللي موجودة عندي البارومتر الرقمي أكون طبعا متعرف على الشكل بتاعه البارومتر المعدني والبارومتر اللي هي الزقبقي ده طبعا كان أشكالهم بعد كده عندي حاجة تانية من أنواع الميزانيات الغير مباشرة اللي هي الميزانية الهايدروستاتيكية وبيطلق على الميزان اللي بيستخدم ده ميزان الخرطوم ويتكون الميزان من خرطوم شفاف مرن طبعا بيكون مليان بالمياه بيستخدم فيه المساحات الكبيرة لضبط أفقية أكتر من هدف وبيستخدم أو كذلك يستخدم فيه أعمال نقر الروبير من منطقة إلى أخرى وكذلك ضبط أفقية الشدات الخشبية وخلافه ونشوف صور له وهننفزه على الوراء معانا لو أنت لاحظت كده ده عبارة عن الخرطوم الخرطوم ده بيكون مليان مياه وبيتأكد المستخدم أو الصناعي اللي بيستخدمه أن الخرطوم ده يكون فارغ من الفقعات الهوائية أو الفراغات الهوائية عشان أكون متطمن أن ما فيش فراغ فيه الخرطوم بتاعي يعمل بعد كده خلل في المنسيب اللي موجودة أو ارتفاعات وانخفاضات الميزان كامل بكامل الميزان موجود فيه مياه مفووش فراغات أو فقعات هوائية بيضبط الاتنين مع بعض ويكون متأكد أن الاتنين سوى بعض الاتنين بيحطوا الطرفين جنب بعض بعد كده بين المنسوب بتاعي لو أنا لاحظت أن هنا ده المنسوب وليكن على ارتفاع واحد متر من هنا عاوز ينقله ليه الجدار التاني أو ليه الغرفة التانية أو المكان التاني هيعمل ايه بيحدد الارتفاع اللي هو المتر ويبدأ يقول ليه الطرف التاني أو المستخدم الآخر أو المساعد اللي معاه يتحرك يمين فوق أو تحت بيبدأ يتحرك لفوق أو تحت لحد ما نقطة المية فيه الاتجاه هنا اللي هو السابت بتاعي بتحرك على العلامة اللي مطلوب نقلها أو المسافة اللي هي واحد متر بيبدأ يقول له ثبت على كده ويعلم العلامة فبيبدأ يعلم علامة العلامة دي بتكون سبعة لفوق أو عنرسلنا كمان شوية بتكون وشها هي وش العلام بتاعي وش المنسوب بتاعي فما معناه ان كده اتنقل المتر اللي هنا المنسوب اللي هنا اتنقل في الناحية دي يبقى ده برضه من الطرق غير المباشرة في اعمال الميزانية واللي بستخدم فيها ميزان الخرطوم لنقل المسافات او نقل المناسيب الخاصة بيه طيب نشوفها كده بالرسم بتاعنا ونوضحها بالورقة او الالم مع بعض انا لو انا عندي بداية مدخل الشقة لو انا عندي بيت مثلا وليكن زي كده اوضة او مشابه وعندي هنا منسوب اهو كده ده شكل المدخل بتاعي او شكل غرفة او البيت وعندي المدخل بتاعي على بداية البيت ويصلا وليكن ده الباب والمنسوب بتاعي في بداية البيت بتاعي الف وليكن على ارتفاع واحد متر انا عاوز الواحد متر ده في الوجهة الامامية اللي موجودة دي عاوزا له على الوجهة الجانبية الناحيات يعني محتاج الواحد متر اللي هنا يكون هو نفس المنسوب اللي موجود الناحيات فبيعمل ايه بيجي طبعا الاول شكل الميزان الخرطوم بتاعي بيكون عامل كده ها بتأكد ان المستخدم بتاعه بتأكد ان نقطتين المية دول بيمسكهم كده ما يكونش فيه فراغات فيه الخرطوم فراغات هوا تعمل بعد كده فرق فيه المناسيب بتأكد ان الاتنين دول بيكونوا على خط ايه واحد بيمسك الطرفين بايده بيكون متأكد ان الاتنين دول تسووا مع بعض وما فيش فراغات هواية بيجي واحد احد الاشخاص هنا كده بيمسك طرف الميزان الخرطوم. وبيقيس الاول وليكن كده الواحد متر بتاعه ويعلم العلامة اللي هي الخاصة بيه المنسوب. بتكون شكلها عامل كده شباب عشان اكون عارف ان ده علامة الايه علامة الشرب. اسمها كده علامة الشرب او نقل الشرب. بتكون سابعة كده وشها الفوق. ويه مقفولة. والسطح ده هو المنسوب بتاعي اللي بيحدد عليه البعد اللي انا عاوزه. فانا بحدد هنا وليكن واحد متر اهو ويقيسه بالشريط. بعد كده بحط طرف الخرطوم هنا. ويه بقوله للمساعد بتاعي يروح الناحية التانية على الجدار التاني مسك طرف الخيط في الجدار التاني. وبيدى هو هنا هنا بسبت نقطة المية. بكون واقف هنا بسبت نقطة المية مع وش المنسوب. على اساس ان المية بتاعتي تكون ماشية مع وش المنسوب اللي موجود. امام حضراتكم المساعد بتاعي بيكون واقف الناحية دي. اهو بالخرطوم بيدى يحرك فوق تحت لحد لما هنا نقطة المية تثبت على المنسوب اللي موجود الناحية دي لما بتثبت هنا خلاص بقوله سبت على كده بيبدأ هو يروح معلم علام مع وش نقطة المياه اللي سبت عنده وبالتالي الواحد متر اللي هنا اصبح منقول على الجدار التاني في الجهة الاخرى يبقى انا كده عملت نقل الشرب والمنسوب بتاعي واحد متر ممكن تكون الارتفاع هنا اكتر من واحد متر ولكن طبعا ده بيرجع لعملية ضبط الارضية اللي موجودة عندي ولكن السابت عندي الوش بتاعنا زي ما بنقول وش المنسوب ده بيكون واحد مع اختلاف المسافة اللي موجودة في الارضية الخاصة بالمب يبقى انا كده عملت هنا عملية اسمها ايه عشان ما نخرجش فيه اطار العنصر بتاعنا اللي احنا بصرده دلوقتي في الشرح يبقى انا بتكلم عن اعمال اعمال اهو الميزانية طبعا اللي هي الطرق الغير مباشرة يبقى انا ده اللي انا بستخدمه دلوقتي وبتكلم فيه الميزانية اسمها كده الهايدرو استاتيكية طبعا الميزانية الهايدروستاتيكية المقصود بها اللي هي ميزان الخرطوم يبقى انا كده بالتدرج عرفت كده الميزانية من ضمنها او من انواعها الطرق غير المباشرة احد انواع الطرق الغير المباشرة اللي هي الميزانية الهايدروستاتيكية وفي الهايدروستاتيكية بيقصد بها ميزان الخرطوم وتعلمت ازاي ان انا اجري عملية نقل الشرب باستخدام ميزان الخرطوم نرجع تاني للسليد بتاعي نشوف مع بعض كده باقي الشريح في أعمال الميزانية بتكلم هنا طبعا عن الأجهزة المستخدمة في الأجهزة ده أجهزة حديثة بيقول هنا أجهزة الجي بي اس بتستخدم بعض أجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قياس نقاط الارتفاع المساحية وهي مستعرض الأجهزة الموجودة معايا ده أجهزة كلها بتعمل الجي بي اس أجهزة حديثة بتستخدم لتحديد النقاط سواء في الارتفاع أو الانخفاض ودي بتشتغل على الأقمار الصناعية بعد كده ملخص ليه اللي فات فيه جزء اللي فات عشان كل ما نتكلم في جزئية نقدم لها ملخص عشان نكون ملمين إيه اللي احنا استعرضناه من شوية بقنا اتكلمت فيه الميزانية وبتنقسم إلى طريقة طرق مباشرة وغير مباشرة بتنقسم الطرق الغير مباشرة إلى مسلسية وشوفنا ازاي بيستخدم الميزان والميزانية الهيدروستيكية اللي هي الخرطوم ميزان خرطوم المياه والبرومترية وعرفت الثلاث أنواع من البارومترات وشوفت شكلهم والميزانية باستخدام أجهزة الاستقبال القمر الصماعي العدد هننتقل لجزء آخر في أعمال المساحة العدد والأدوات المستخدمة في الأعمال المساحية وبداية هذه الأدوات هي القامة بيقول لي هي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية أو الإنجليزية وبأطوال مختلفة وتصنع من الخشب أو الألمونيوم وأوقات طبعا من الزجاج الألياف الزجاجية المقوعة يبقى ده صناعة الآمة بتاعتي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية اللي هو السنتيمتر أو المتر ومشابه وبأطوال طبعا بتكون مختلفة وبتصل إلى ستة متر وفي بعض الحالات أربعة متر يعني في منها أربعة متر وفي منها ستة متر على حسب الأطوال وبتصنع من الخشب أو الألمونيوم أو الألياف الزجاجية أنواع القامات عندي ده سؤال برضو بيجي ممكن في الامتحان أذكر أنواع القامات أو من أنواع القامات أكمل نقط ونقط فلازم تكون عارفهم زي ما تشوفهم في معمل المساحة كمان وتكون متعرف على الشكل الخاص بيهم من أنواع القامات القامة المطوية وبيقول لي هنا هي عبارة عن قطعتين من الخشب طول كل منهما اتنين متر متصلان ببعضهم البعض بمفصلة ويطوى كل منهما على الآخر وعند الاستعمال تفرد القامة ويسبت النصفان على استقامة واحدة بواسطة مشبك من الحديد ده طبعا القامة الخشبية اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة دي أشكال للقامة المعدنية أو الألمونيوم طبعا بالتدريج بتاعها اللي ظاهر أمامكم وهنا القامة دي بتكون قامة منزلقة بتتداخل بعضها أما القامة الخشبية اللي هو بتكلم عليها بتكون عبارة عن جزء نوضحها بالرسل على الورقة والألم كده ونشوفها مع بعض بتكون عبارة عن جزء ن ولكن ده الجزء الأولاني بيكون تحت منه طبعا الجزء الثاني بتدري فيه ده بيكون الاتنين متطبقين على بعض طول الواحد من دول اتنين متر بيتطبقوا مع بعض هما الاتنين دول مرتبطين ببعضهم البعض عن طريق مفصلة أثناء عملية القياس أو إدراج القياس طبعا القياس ما بيختلفش ما بين أنواع القامات واستخداماتها يبقى أنواع القامات خشبية أو زجاجية القياس بتاعها أو التدريج بتاعها بيكون تدريج إيه؟ تدريج موحد القامة دي أثناء عملية الاستخدام بتفرد اللي اتنين بيتفردوا فطبعا بتكون إيه؟ بتكون شكل واحد زي ما هو موجود قدام حضراتكم كده وإن كان فيه فاصل ما بين الاتنين دي بيكون طولها اتنين متر ودي بيكون طولها اتنين متر بيكون لها قاعدة من تحت بتثبت عليها وطبعا التدريج بيكون جهة إيه؟ جهة الراصد عشان إتمام عملية الراصد اللي تظهر عنده فيه المنظار الخاص بالجهاز زي ما هو واضح أمام حضراتكم كده على الشاشة نشوف معها بعض كده ده أشكال القامات والأشكال اللي موجودة قدامي دي أو اللي واضح قدام حضراتكم ده أحد أنواع القامات اللي هي القامات اللي إيه؟ القامات الألمونيوم من المعدن والقامة الخشبية لو أنا بصيت أهم هي اللي اتنين ده جانب ده اتنين متر وده جانب تاني اتنين متر ده طوله اتنين متر ده طوله اتنين متر وكلها مقبض من هنا عشان أقدر أستخدمها بيربطهم هم اللي اتنين مع بعض من فوق كده مفصلة عشان لما بيفردها بتكون بكامل طولها ارتفاعها أو طولها بيكون أربعة متر لو ركزت شوية كده ده المقبض بتاعي اللي بمسك منه أو المساعد بتاعي بيمسك الآمة منه ويكون لها طبعا في القاعدة خشبية بتثبت القامة عليها عشان يعني بتساهل على المساعد استخدام الآمة وفي مفصلة بتربطهم الاتنين ببعض تابع عنواع القامات النوع التاني من القامات اللي هي القامة التلسكوبية وطبعا بتستخدم وتسمى بها القامة الإنجليزية أو المتداخلة وهي مكونة من أجزاء متداخلة بتنزلق داخل بعضها البعض وعند الفرد يرتكز كل جزء منها على الجزء الآخر أو الداخل فيه بواسطة سستة ومن مميزات هذه القامة طبعا صغر طولها عند عدم الاستخدام نظرا لتدخلها وكذلك عدم وجود ميل في جزء من أجزاء القامة النوع التالت من الأنواع القامة المزدوجة وهي قامة لها تدريجان أحدهم يبدأ من الصفر والآخر يبدأ من بداية أخرى ويقوم الراصد بأخذ القراءتين اللي هي قراءة لها الصفر والقراءة اللي بتبدأ من قراءة أخرى غير الصفر بدايةها مش الصفر ويستطيع الراصد التأكد من صحة القراءات عن طريق حساب الفرق ما بين القراءتين يبقى الآمة دي المزدوجة دي بيكون فيها تدريجين تدريج بيبدأ من الصفر ثم عشرة ثم عشرين واستكمال المتر وأجزاءه والقراءة الأخرى ما بتبدأش بصفر تبدأ من متر وكذا والقراءة الراصد بياخد قراءتين واحدة على التدريج اللي هو بيبدأ من الصفر واحدة على التدريج اللي بيبدأ بقراءة أخرى وبيحسب الفرق ما بين الاتنين بيديله الارتفاع أو المخفاض أو بمعنى أدق منسوب النقطة اللي موجودة عنده ده شكل ليه القامة المتدخلة بيقول لي أن طبعا أحد أهم مميزات هذه القامة صغر حجمها عند عدم الاستخدام ليه؟ لأننا طبعا بل ما داخل بعضها البعض كل جزء من ده بيتفرد بيفرد معايا مسافة وليكن مثلا اتنين متر وديه بيتصل بالجزء ده عن طريق حاجة في الظهر فتحة في الظهر بتبرز عنده عملية الفرد القامة وطبعا زي ما انتم شايف كده أمام حضراتكم أصغر في الحجم ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم الأكبر عرضا اللي هي موجودة في المتر الأول ولو لاحظت أن مكتوب واحد يعني الواحد ده معناه أنه هو كده في المتر الأول وأجزائه يبقى الجزء اللي قدام أمام حضراتكم ده كله كده في المتر الأول بيفرد الشريط بيظهر عنده في المتر الثاني المتر الثالث وهكذا وطبعا حسب الأجزاء المتداخلة والذي ظهر أمام حضراتكم ده عبارة عن ميزان القامة وده هنتخدمه أو هنتكلم فيه بعد كده إن شاء الله في الحلقات القادمة ومكوناته وكيفية ضبطه واستخدامات هذا الميزان وكذلك برضو عملية المعايرة الخاصة به هذا الجهاز وضبط الرأسية والأفقية لأنه أحد أهم الأجهزة اللي موجودة عندك في مادة المساح بعد كده بننتقل لجزء آخر وعنوان آخر من عنوان حليتنا النهاردة وهو تعيين القراءة على القامة وإزاي هيعلمك أن أنت تقدر تقرأ القراءة اللي موجودة على القامة المستخدمة اللي احنا شفناها من شوية له المصطرة المدرجة بقول لك لقراءة القامة بنرص التقاطع الشعر الأفقية الوسطى اللي المتوسطة الرئيسية بالمنظار مع تدريج القامة بعد ضبط ميزان أفقيا يبقى أنا لو بصت كده ده عندي الميزان وده شكل ليه القامة بتاعتي وأنا الميزان مرصود وببص النحية دي كده على الآمة اللي موجودة فظهر في الميزان بتاعي أو في المنظار حاجة زي كده تمانية بس والعلامات اللي موجودة أمام حضراتكم دي إزاي أقدر أخذ القراءة هنشوفها بالورقة والألم ونوضحها لحضراتكم عشان تكونوا ملمين بها أثناء التنفيذ عمليا لأعمال الميزانية أو في الواقع بتاع حضراتكم لما إن شاء الله نمتعن بالمهنة أو نشتغل في هذا المجال برا أنا عندي الميزان بتاعي كده وهي برصد فيه اتجاه الآمة بتاعتي لو أنا عندي الآمة بالشكل اللي ظهر قدام حضراتكم ده كده وهناخد بنفس القراءة اللي موجودة عندي على السلايد بتاع اللي احنا شفناها من شوية في الشراع وهي ظهر عندي فيه المنظار طبعاً الآمة متقسمة إلى تدريجات كده وبعدين متقسمة كده أهو كل طبعاً سنتيات من دي المجموعة على بعضها دي كده على بعضها عشرة سنتيمتر لو أنا ببص فيه الآمة الآمة دي متقسمة إلى يعني مثلاً كل مسافة بتلاقي وليكن مثلاً تمانين ثم مثلاً تسعين وليكن بعد كده واحد اللي هو واحد متر اللي احنا شفناه من شوية على الآمة في السلايد وتحت طبعاً هيبقى سبعين ستين خمسين أربعين أي المكان لو أنا ببص فيه الميزان بتاعي واللي ظهر فيه الدايرة قدامي وأنا ببص كده لقيت كام لقيت رقم تمانية اللي هو تمانين يبقى أنا بعرف أن أنا في المتر الأول من الآمة يبقى أنا لسه ما تخططش واحد متر أنا كده شايف كام شايف تمانين يبقى أنا فيه تمانين سنتيمتر طيب الكسور بتاعتي كل مجموعة من دي كل شرطة من دي لو بصيت كده أو أكبرها هتلاقي التكبير بتاعها بتبقى عبارة عن مجموعة من السنان كده هوا كل سنة من دي بواحد سنتي ها كده يعني ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى كل سنة من دي بواحد سنتي لو أنا بصيت فيه الأمة بتاعتي فيه الميزان ناحية الأمة وظهر عندي التمانية ولقيت فيه الأمة عنده يظهر تلات حاجات تلات خطوط كده بنسموهم شعرات الشعرات دي شعرات رأسية أفقية هتكون موجودة الشعر الأفقية دي وليكن على هذه القراءة في نهاية التدريج بتاع معناها إيه كده معناها أننا هنا خلصت خلاص واحد وتمانين اتنين وتمانين خمسة وتمانين ستة وتمانين سبعة وتمانين تسعة وتمانين وبدأت في بداية الكام في بداية التسعين إذن كده لو هي مصبوطة الشعر المتوسطة اللي هي كبيرة أنا بأخذ القراءة المتوسطة دي لو هي موجودة عند نهاية هذه السنتيمترات اللي موجودة فيه نهاية التمانين يبقى أنا كده عند بداية كام تسعين إذن القراءة اللي موجودة أمام حضراتكم تصبح كام تسعين طب لو أنا بصيت كده ويجاءت ان الشعر المتوسطة أو الشعر الكبير اللي عندي دي نعتبرها كده بالظبط موجودة على هنا كده وديه القامة بتاعتي الشعر دي موجودة على وليكن مثلا كده هنا خمسة، خمس شورة زي كده وهنا الخمسة والكبيرة دي موجودة عند نهاية الخمس سنتيمترات اللي موجودة واللي ظهر عندي هنا وليكن مثلا سبعين المعنى كده للقراءة لو انا هنا المنظر بتاعي يبقى القراءة اللي ظهرة امام حضراتكم دي انا شايف كده السبعين ولكن الارقام كان السنتيمترات اللي موجودة يبقى انا عد 1 2 3 4 5 اللي عند نهاية الشعرة الكبيرة اللي هي موجودة في المنتصف يبقى أنا كده في القراءة بتاعتي أو المنصوب بتاعي كان 75. كده يبقى أنا عرفت إزاي أجري عملية القراءة على الآمة اللي موجودة عندي من خلال معرفة التأسيم الخاص بالآمة بتاعتي وأنا عارف أنه بعد ما يتعدى الواحد مت هيبدأ تلاقي هنا هتلاقي واحد كده سليم الواحد ده أبدأ أعد الأجزاء بتاعتي وأعرف بعد كده هتلاقي فيه 20 يبقى متر و20 متر و30 متر و40 زي ما هنشوف مع بعض على اللي سليد بتاعنا ونرجع للشريح بتاعتنا هتكون أكثر توضيحا برضو في الصور اللي موجودة ودي صور حية للقامات والقراءات اللي موجودة وكيفية قراءتها وأخذها على الآمة كده طبعا لو أنا بصيت هنا ويعديت أهو فهنا بيقول لي 80 يبقى هو فيه لسه ما تخطاش الواحد متر وعنده أجزاء من سنتيمترات لو الكاميرا موضحة عندي هتقول لي إن شعرة الكبيرة المتوسطة دي موجودة عند الصنطي التاني ولسه طبعا ما تخططهاش يبقى هي هنا بتقول لك كام يبقى 2 مش مكملة 82 ليه ده 80 يبقى هنا خلاص أنا عرفت إن أنا فيه الصنطي رقم 80 الصنطيات الباقية بتاعته 1 2 مش مكملة التاني يبقى 81 وتسعة من عشرة يعني 82 إلا واحد ميلي ده القراءة اللي ظهر أمام حضراتكم طيب نشوف كده شكل تاني من القامات والقراءات اللي موجودة لو أنا بصيت كده على القامة طبعا كيفية قراءة الأبعاد والمنسيب على القامات من أهم الدروس اللي موجودة عندك لأنك أنت طبعا إذا لم تكن قادرا على قراءة القراءات اللي موجودة على القامة يبقى يبقى كده ما فيش أي استفادة أو وجه استفادة من استخدامك للميزان فلازم أكون عارف إزاي أحدد أو أعين القراءات دي على القامات المستخدمة معايا في أعمال المساح لو أنا بصيت كده السبعتاشر دي معناها إيه يا شباب معناها إن أنا كده لو أنا شفتها في المنظر بتاعي في الجهاز يبقى أنا بتكلم في متر وسبعين وبعد كده أبدأ أشوف الشعرة المتوسطة الكبيرة بتاعتي عند أنهي سنط من السنطيات دول والواحد من الشرطة من دول بواحد سنطي يعني كده بص لو أنا شفت دي أو أنا هقروا كده واحدة INTERSECU vocês ده بديته متر وسبعين يبقى كده متر واحد وسبعين اثنين وسبعين تلاتة وسبعين أربعة وسبعين خمسة وسبعين لو أنا عند دي موجودة ناحية دي كده القراءة بتاعتي موجودة على الخط ده يبقى أنا كده بتكلم في متر خمسة وسبعين لو أنا بتقططها أو القراءة أعلى يبقى متر ستة وسبعين متر كام سبعة وسبعين تمانية وسبعين تسعة وسبعين يبقى 1.80 مع نهاية 1.70 وبداية 1.80 وده شكل التدريج بتاعي ممكن تلاقي بعض التدريج بيئة الأحمر والأصمر زي ما واضح أمام حضراتكم وممكن تكون بيئة الأصمر كامل ممكن تكون بيئة الأحمر زي دي ممكن تكون بعد انتهاء الأمطار يعني كل متر بينتهي بيديك السمتيات بتاعته بتنتهي بيديك القراءة بتاعته بيئة اللون زي كده زي مثلا هنا 2 متر باللون الأحمر رغم الأمام كلها الأرقام مدرجة باللون الأصمر هنا رقم 3 وابدأ بعد كده أشوف لو أنا في المتر رقم 3 والقراءة جات على الاتنين دي يبقى 3 متر وعشرين وابدأ بعد كده أشوف السمتيات اللي موجودة عندي ده كده كان شكل لتعيين القراءة كمان عندي شكل تاني هنا أكثر توضيحاً أهو وأكبر شوية للعملية لأنه زي ما قلت لحضراتكم أن الموضوع ده مهم جداً جداً لازم أقدر أتمكن من إجراء عمليات تعيين القراءة على الأمة من خلال المنظر بتاعه أو الجهاز المستخدم اللي هو سواء كان التودليت أو ميزان الأمة لو أنا بصيت هنا كده في القراءة اللي موضحها أمام حضراتكم ده على الشاشة دي هنا عند المتر وكام متر وعشر ده تتقيري كده متر وعشر طب أنا عايز أعرف الباقي كام السمتيات بتاعتي يبقى أنا بعيد أنا واحد اتنين تلاتة وجزء من التلاتة يبقى أنت لو بصيت يبقى القراءة دي متر ومية تلاتة وتلاتين من مية طبعاً ملي يعني اهو لو أنا بصيت كده واربعتاشر سنطي يبقى متر واربعتاشر سنطي إلا سبعة من عشر ليه لأنه مش مكمل السنطي رقم كام تلاتة بص واحد اتنين تلاتة وتخطى بايه بتلاتة ملي عفوا مش مكمل السنطي الرابع يبقى كده واحد اتنين تلاتة وتلاتة ايه وتلاتة ملي عشان هو مش مكمل مش مكمل السنطي رقم اربعة يبقى هنا في القراءة متر ومية تلاتة وتلاتين هنا بيقول لي طبعاً القراءة هنا موجودة عند كام عند المتر وثلاثين وتخطاها بسنطي يبقى متر واحد وثلاثين ليه لان بداية القراءة هنا لو انت لاحظت المتر وثلاثين ظهرة عندك ايه دي هتكون ظهرة في المنظر بالزبط اشبه بالواقع اللي هيكون موجود عندك لما تبص في المنظر في اتجاه الامة متر وثلاثين وتخطاها بواحد سنطي لان ده البداية بتاعت المتر وايه متر وثلاثين تصبح القراءة على القامة اللي وضحها قداما حضراتكم دي متر واحد وتلاتين كده نكون قدرنا ان احنا نحقق عملية التعيين او تقدير القراءة على القامة هننتقل لعنوان اخر وهو معايرة القامة ازاي اجري عملية المعايرة وما هو المقصود بها للقامة فبيقول لي المقصود بعملية او اجراء عملية المعايرة للقامة هي اختبار تدريج القامة من وقت الى اخر ومقارنتها بشريط جيد من الصلب للتأكل من سلامة التدرد هو انا يقصد ايه يا شباب اقصد يقوله دي احنا وضحها شوية اثناء طبعا عملية استخدام القامة ومن كسرة استخدام القامة قد تكون بعض الاخطاء نتجة فيه القامة حصل لها عملية ثاني او تمدد فيه الصيف او ما شابع ممكن يحدث عندي بعض الاخطاء في الاجزاء المتدخلة داخل بعضها البعض نتج عنه فروق في الارتفاع او فطول القامة انا اقصد او المقصود من اجراء عملية المعايرة هو التأكد من سلامة التدريج الخاص بالقامة المستخدمة معايا في اعمال المساح طب انا هجري عملية المعايرة ليه القامة ازاي باستخدام شريط من الصلب متر اكون متأكد ان الشريط بتاعي ده سليم وبمسك القامة بتاعتي وافردها وافرد عليها للشريط وبص مثلا لو هي اجزاء متأسنة مثلا اتنين متر اتنين متر اتنين متر اتنين متر يبقى انا باجي عند نهاية الاثنين متر ويسهبه الشريط واتأكد طبعا ان هي اتنين متر على القامة هما نفسهم اتنين متر موجودة على الشريط ده كان الجزء الخاص باجراء معايرة او عملية اجراء معايرة للقامة اخلي بالك لان ممكن تيجي في صورة اكمل في الامتحان لان ده موضع سؤال اذكر كيفية اجراء عملية المعايرة للقامة المت او يستخدم كذا لاجراء عملية المعايرة او اشرح كيفية اجراء عملية المعايرة للقامة فلازم اكون عارف ان اجراء عملية او اذكر ما هو الهدف من إجراء عملية المعيرة فلازم أكون عارف إزاي بأجري هذه العملية وما الهدف منها الهدف منها هو التأكد من سلامة القامة المستخدمة في الأعمال المسحية نرجع تاني للإصلاعات بتاعنا ونشوف هنا هتكلم عن ملحقات القامة إيه اللي بيستخدم مع القامة ويكون موجود معها بيقول لي بيكون موجود معها ميزان التسوية ميزان التسوية ده بيثبت في خلف الآمة أو على جانبها ميزان الميزان ده عبارة عن ميزان ميز صغير دائري للاستفاد منه أو بيستفاد منه في جعل القامة رأسية تماما أثناء العمل لأن ميل القامة عن المستوى الرأسي بيجعل القراءات المرصودة إما طبعا بتكون أكبر أو أقل طبعا نوضحها كده مع بعض بالرسم يا شباب ونشوف الشكل بيكون موجود إزاي هو أصد يقول لك أن من ضمن الملحقات اللي بتستخدم في القامة عشان الشخص أو الشخص اللي مستخدم القامة ده لو ده اللي مسك القامة كده القامة دي ساعات لو هي هنقول متنية كده أو يعني فيها سنة انحناء ناحية الأمام أكيد هتديني قراءة أقل من اللي هو المفروض أو السليم صح كده طيب عشان أتأكد أن القامة بتاعتي وقفة سليمة وماشي طبعا فيها انحناء الأمام أو للخلف في حاجة متسبتة في ظهر القامة دي لو أنا عندي القامة كده أهو يعني أوقات بتكون موجودة اسمها ميزان بتكون موجودة في ظهر القامة أو أوقات بتكون موجودة في الجنب عبارة عن ميزان مياه صغير أشبه بالميزان اللي بنستخدمه ميزان المياه الكبير اللي معنا اللي بنستخدمه من ضمن العدد والأدوات ده بيكون ميزان صغير موجود في ظهر القامة أو موجود في الجنب بتاعها بيضمن ليه أن القامة بتاعتي وقفة رأسية سليمة بيبدأ هو المساعد بتاعها بيحرك القامة لقدام أو لورا على أساس يضمن ويبص على نقطة المياه على أساس يضمن رأسية القامة دي لما نقطة المياه بتكون في المنتصف الدايرة طبعا الدايرة كده وبيكون فيها نقطة مياه نقطة المياه دي المفروض أنها بتكون في منتصف الدايرة ويكون كلها كده موجودة داخل الميزان لما النقطة دي بتكون في النص يبقى هو متأكد أن القامة بتاعته واقفة رأسية لأن طبعا بنأكد عليها شباب لأن كل ميل من هنا لو هدت لو واحد ميل لميل بيفرق طبعا معايا فيه المنسوب وهيديك أكيد قراءة خطأ وصنط في الارتفاع أو صنط في الانخفاض معناه لو صنط في الارتفاع بأكد عليها وبعمل أسبوط طوام معاكم لو أنا بأكد عندي واحد صنط في الارتفاع معناه أنك إنت محتاج أنك إنت تشيل من المنطقة دي المنطقة كلها اللي موجودة فيها القراءة اللي أنت حددتها على القامة محتاج أنك إنت ترفع منها ناتج حف صح كده ولو بالعكس فيه انخفاض واحد صنط في الانخفاض هتضطر أن أنت طبعا محتاج تردم المكان اللي موجود ده طبعا ممكن يكون مكان كبير لو أنت واخد قراءات كل 25 مت تخيل بقى 25 مت النقطة وهي جنبها من هنا 25 مت و25 مت يعني عندك مساحة طولها 25 مت وعرضها 25 مت مساحة دي كلها كده محتاج أن أنت تردم لها أو تجيب لها ناتج حفر أو رد عشان تحط فيها عشان تسويها على منسوب معين بارتفاع واحد صنط إذن طبعا دي بتكون تكلفة تكلفة دي أكيد لو أنت في مشروع من المشروعات ولقدر الله أنت أجريت هذه القراءة أو أخدت هذا المنسوب بطريق الخطأ ده بتكون على تكلفتك أو زي ما بنقول على عتقك أو طبعا بتعاقب عليها أو بتحاسب عليها من قبل المالك أو الاستشاري اللي موجود أو الشركة اللي أنت بتشغل بصردها ليه؟ لأنك أنت أكلفتهم تكلفة طبعا ما كانتش مطلوبة لنتيجة لعدم درايتك باستخدام الأمة يبقى إذن الميزان أو الملحق إحدى ملحقات استخدام الميزان الأمة أو الأمة اللي هو ميزان المياه ده له دور مهم جدا جدا لازم نكون ملم بيه ويكون عارفه عشان أثناء عملية إجراء أو أثناء إجراء عملية أخذ المنسيب سواء بالارتفاع أو بالنخفض للنقاط المختلفة في المشروع بتاعك تكون ضمن رأسية الأمة واللي بينتج عليها بعد كده قراءات لمنسيب النقاط نرجع تاني ونشوف إحدى الملحقات المستخدمة في الأمة الجزء الآخر وهو قاعدة حديدية مسلسية والقاعدة المسلسية دي بتكون موجودة في قاع الأمة ويكون لها سن مدبب لسهولة غرسها في الأرض ووضعها تحت القامة في الأراضي الرخوة أو الترابية هو حابب يقولك أن القاعدة دي بتضمن ليا أن الأمة ما تغرسش مني في الأرض فبسبتها على القاعدة اللي بيكون لها سن مدبب بتغرس هي أو القاعدة دي بتغرس هي في الأرض بتكون موجودة تحت القامة بتاعتي وبتستخدم في الأراضي الرخوة أو الأراضي الترابية بعد كده عندي ملحق آخر من الملحقات المستخدمة في القامة أو مع القامة وهو الحزام يقولي هنا الحزام بيستخدم لربط القامة وذلك ليسهل حملها ونقلها هنشوف طبعا الأشكال ونشوف صورة هي واضحة للميزان اللي بيبقى موجود ميزان المية اللي موجود في ظهر الآمة بتاعتي أو في الجم وده اللي بيضمن لو أنت لاحظت كده الدايرة هي موجودة اللي بيضمن رأسية الآمة والدايرة دي نقطة المية لازم تدخل في منتصف الدايرة عشان أضمن رأسية القامة اللي مستخدمة معايا يبقى الهدف من الصورة الموجودة دي أنا طبعا تعرفت على أشكال القامات وتعرفت على أنواعها وتعرفت على التدريج بتاعها وإزاي أخذ القراءات أو أعين القراءات على القامة تكلم دلوقتي في الملحقات وتكلمنا عنها ولكن الصورة اللي واضحة أمام حضراتكم بتوضح شكل الميزان ميزان المية أنا قلت لك أنه ميزان صغير بيكون موجود في ظهر القامة أو على جانبها والهدف منه ضبط رأسية القامة عندي جزء تاني بيقول لي هنا كيفية التحقق من رأسية القامة طبعا عن طريق استخدام الموازين وهنا مديني أشكال ليه ده بيقول لي أن الشكل ده كده غلط لو أنا معايا مساعد زي ده واقف به القامة عشان أجري عملية الرصد على القامة اللي في إيده دي لو هو مميلها بالشكل ده كده طبعا أكيد القراءة هتبقى خطأ هنا بيقول لي ده صح المفروض أن هي تكون رأسية الرأسية دي هعرفها منين والمائل ده أعرف أن الأامة ميلةJennifer باستخدام الموازين ومديني طبعا أشكال للموازين الرأسية أو المحاقات المستخدمة في الأامة ومديني أشكالها ده في الجنب ودول لما يكونوا فيه الضهر ده الأشكال بتاعتها وده طبعا الخطأ بتاع استخدام الأامة وده الاستخدام الأامة بالشكل السليب بعد كده من ضمن القطع المستخدمة أو اللي موجودة أو الملحقات اللي موجودة أو الأدوات آسف الأدوات المستخدمة في أعمال المساحة حاجة اسمها حامل سلاسي خشبي أو معدني طبعاً ده الخامة المستخدم منها الحامل بتاعي ممكن تكون من الخشب أو المعدن وده بيرتكز عليه الميزان والحامل متغير طبعاً بيكون متغير الارتفاع ليناسب مستوى خط النظر أصد يقول أن الحامل زي مظاهر أمام حضراتكم ممكن يكون من الخشب زي كده أو الألمونيوم زي كده والحامل ده بيكون فيه جزء خاص بالربط الربط ده فيه الثلاث أرجل اللي موجودين الأرجل دي عبارة عن أرجل مفصلية بتتحرك لفوق والتحت أقدر أتحكم فيه ارتفاع المنظر الحامل بتاعي عشان مستوى خط النظر بتاعي وأنا واقف أقدر أبص فيه المنظر أو الجهاز بتاعي بشكل كويس وآمن ومن غير طبعاً تعب لأننا هستخدم الميزان في أكتر من نقطة وأكتر من موقع ده سطح الميزان من فوق بيوريك شكله المسقط الأفق بتاعه الفتحة اللي موجودة دي بيكون فيها مصمار موجود له مدخل فيه قاع الميزان اللي بتثبت على الفتحة دي وبربط المصمار ده من تحت يبقى الميزان مربوط فيه الحامل بتاعي عشان أضمن أن الميزان بتاعي يكون آمن ويكون مطمئن على الميزان أثناء عملية اللي هي الاستخدام يبقى ده أشكال الحامل بتاعي بيكون له من تحت طبعاً سن مدبب السن المدبب ده عشان أغرس الحامل بتاعي فيه الأرض عشان ما تحركش معايا طبعاً يمين أو شمال ليه لأن طبعاً أي حركة فيه الحامل تقدر أو بيكون بسببها بيحصل خلل أو ينتج خلل فيه الميزان إما فيه رأسية الميزان أو فيه الوفقية وبالتالي إذا حدث خلل ولو واحد من لي فيه الميزان المثبت على هذا الحامل بيديني طبعاً قراءة خطأ الخطأ ده بيكون فرق في المنسوب إما بالارتفاع أو بالانخفاض كمان لو أنا بصيت فيه الحامل اللي موجود أمام حضراتكم هلاقي عندي غير المفصلية اللي موجودة دي وغير السن المدبب وغير إن الأرجل دي كمان متدخلة والقرص العلوي للميزان للحامل اللي بيتم ربط الميزان فيه مع الحامل عندي كمان هنا فيه حزام الحزام ده بيلم معايا التلات أرجل دول على بعد انتهاء عملية الرصد بقى ألم الميزان بتاعي الحامل وبربطه فيه بالحزام اللي هو مسبت أصلا فيه الحامل بتاعي الأرجل دي طبعا بتدخل مع بعض عن طريق المفصل اللي موجود ده لما بذبت خلاص على الارتفاع بربط من هنا المفصل بتاعي بيثبت التلات أرجل كل رجل بنفس المفصل اللي موجود فيها طبعا بعد انتهاء عملية الرصد بقى أفك من هنا وفك من هنا وفك من هنا المفصلات اللي موجودة دي بينزل الحامل بتاعي لتحت بيكون طبعا أقل فيه فيه الميزان حاجة أشبه بالضبط بالقامة المنزلقة اللي احنا شفناها من شوية في ملحقات الاجهزاء المسيحية هنا شكل اكثر توضيحا وتفصيلا للجهاء للحامل بتاعي ربما يجيلك في اكمل او صورة ويقولك اذكر اسماء العناصر اللي موجودة دي وتكون عارفة ومتعرف عليها هنا مسبت الرجل وهنا المفصل المنزلق اللي هو بتغير فيه لو انت بصيت كده عشان موضحه هو الاتنين دول بتحركوا داخل بعض عن طريق المفصل ده وعندي بعد كده ارجل الحامل اللي هو واحد اتنين تلاتة وعندي مفصل متحرك متحركة للارجل دي لانه بفرد اقدر من خلالها افرد الحامل او الاموم على بعض بعد كده عندي قاعدة الخاصة بتثبيت الميزان اخر حاجة عندنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة جهاز الميزان وبيسمى بجهاز الليفل وده ان شاء الله باذن الله هنستعرضه مع حضراتكم في الحلقة القادمة من دروسنا المسلسلة لمادة المساحة واللي بنقدم للتخصصات المعمرية الخمس شعب المعمرية الموجودة في تعليمنا الفني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته